استعاد مسجد سارية الجبل بالقاهرة رونقه وجماله بعد إتمام أعمال الترميم وذلك في إطار جهود الدولة لترميم المساجد الأثرية ويعتبر المسجد هو الأول والأقدم في مصر على طراض العثماني ويطلق عليه أيضا اسم مسجد سليمان باشا الخادم نسبة إلى مؤسسه ويقع المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بجوار سور القلعة في إطار جهود الدولة لترميم المساجد الأثرية استعاد مسجد سارية الجبل بالقاهرة رونقه وجماله بعد إتمام أعمال الترميم المسجد هو الأول والأقدم في مصر على التراز العثماني ويطلق عليه أيضا اسم مسجد سليمان باشا الخادم نسبة إلى مؤسسه والمسجد ده تميسته الأثرية أنه هو أول مسجد عثماني بني في مصر بني على أنقاض مسجد فاطمي أنه هو بتاع منصور بسطة فالمسجد إحنا جئنا هنا بقالنا فترة بالرمم فيه كان فيه تعديد كثيرة جدا في المسجد كان حالته سيئة جدا بالكتاب والمدفن وبيتسالة كان فيه ضفات كتير على جوتران زي ما احنا شايفين كده عملنا عملية سيانة شاملة للعناصر الزخرفية وتنظيف الأحجار والعناصر الرخامية عملنا عملية سيانة والترميم والعناصر الخشبية والأحجار الخارجية والداخلية للمسجد المسجد كان مغطى الطبقات اللي هي بينها تحت الزخارف دي كانت مغطية مغشاة كلها بطبقة من الملاط الحديث الطبقة دي تعملت تقريبا من عدة سنوات كان علينا طبعا نحن نشيله نشيل الملاط المستحدث ونبين روعة الأحجار تحت الزخارف لأنه كان شكل مشوه فعلا للمنظر العام تمثل مأزنة مسجد سارية الجبل القمة العثمانية المدببة وهي أول مثال للمأزنة العثمانية بمصر وينقسم المسجد إلى قسمين الأول بيت الصلاة والآخر الصحن وللمسجد قبة وثلاثة أنصاف قباب وآخر تجديد لهذا المسجد المر بمراحل مختلفة كان 935 هجرية المسجد مر بمراحل مختلفة وارتبط بهذا المسجد أو بهذا النوع من العمارة تاريخ عريق مرتبط بثقافة جمعية ارتبطت بهذا الوطن العظيم المسجد موجود فيه أربع أدراحة وتشكل مراحل تطور تاريخية هذا المكان يقع المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بجوار سور القلعة وقد أنشاه سليمان باشا الخادم أحد رجال الدولة العثمانية البارزين في عهد السلطان سليمان القانوني ويعد أحد كنوز العمارة والزخارف الإسلامية والأثارية في مصر أحمد الحسيني التلفزيون المصرية ترجمة نانسي قنقر